بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة الحضور الكرام في البداية أتقدم لسيادتكم ولجموع الشعب المصري بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة وأتوجه بالتهنئة لأهالي شمال سيناء بعودة قطار التنمية لنقل الركاب والبضايع بعد 57 سنة من التوقف وفي إطار توجهات فخمطة كفنة بتحويل مصر إلى مركز إقليم للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزير وإرساء لمفهوم التنمية المستدامة للدولة في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والعمرانية والتي لن تتحقق إلا من خلال توفير شبكات النقل والنوال البحرية والجافة والمناطق اللوجستية كان لزاما علينا وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل وأود في إجاز أن أعرن على سئراتكم ما تم التخطيط لتنفيذه وما تم تحقيقه حتى الآن وما سيتم افتاحه اليوم من مشروعات من محطة فطارات صعيد مصر اللي ساتك بتشرفنا بفتاحها النهاردة أولا المشروعات السكك الحديدية بدأ إنشاء شبك السكك حديد مصر سنة 1851 في عهد الخرية وعباس الأول وتم افتاح أول خط في هذه الشبكة اللي كان القيارة السكندرية بطول 208 كيلومتر سنة 1854 وكان عدد سكان مصر آنذاك حوالي 4 مليون نسمة وتم التوسع في إنشاء الشبكة تدريجياً حتى وصلت أطولها إلى 10,000 كيلومتر طولي حتى الآن تولت أعمال التطوير والصيانة لخطوط الشبكة على مدار 160 سنة من 54 حتى 14 ولكنها لم تواكب معدلات السلامة والأمان العالمية والنمو السكان الكبير خلال تلك الفترة وتم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية من وحدات متحركة وبنية أساسية ونظم إشارات وتحكم وتطوير ورش والعنصر البشري ترتكز على خمس محاول رئيسية وذلك بهدف رفع طاقة نقل الركاب والبضايع على خطوط الشبكة فمثلاً اللوحة القدامة حضراتكم تقول أننا طاقة نقل الركاب في 2014 كانت 700,000 راكب يومياً النهاردة 24 وصلنا إلى مليون راكب يومياً مستهدف إن شاء الله 2 مليون راكب يومياً في 2030 أما طاقة نقل البضايع كانت في 14 4.5 مليون طن سنوياً حالياً في 24 8 مليون طن سنوياً بينما من المستهدف أن تصل إلى 13 مليون طن سنوياً في 2030 ثم رفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل الانبعاثات الكربونية النتيجة عن النقل بالشاحنات اللوحة القدامة حضراتكم تقول لو عندنا خمسين شاحنة شايلة خمسين كونتينر مشت لمسافة مئة كيلو بينتج عنها انبعاثات كربونية حوالي 20 طن مكافئ من سنوكسير الكربون أما لو جرينا بجرار بيزل الخمسين حاوية دول على خمسين عربية سطح ينتج عنه انبعاثات كربونية حوالي 4 طن مكافئ سنوكسير الكربون يعني خفضناها إلى 20% أما لو قطرناها بجرار كهربائي اللي هيرخر إن شاء الله الخدمة في نهاية 25 الخمسين حاوية هينتج عنها انبعاثات كربونية حوالي 1 طن مكافئ من سنوكسير الكربون يعني نزلنا إلى 5% بالنسبة للوحدات المتحركة احنا وردنا يفنم في الفترة اللي فاتت 210 جرار جديد الجرار دا يفنم بالمناسبة جابناه فيه سنة 2021 لما كان الجرار بـ 2.7 مليون دولار كانت الدولار ساعة قب 16 جنيه يعني تمن الجرار تقريبا 40 مليون جنيه النهاردة الجرار بـ 4.5 مليون دولار لو ضربنا في 50 النهاردة يعني 200 مليون جنيه يعني لو كنا تأخرنا فنم كنا نخسرنا كتير قوي عادنا تأهيل 97 جرار من إجمال 220 جرار مخطط عادة تأهيلها وإن شاء الله بإذن الله هنكمل علشان ما نشتريش جرارات جديدة تاني بعد كده توريد 977 عربية من إجمال 1350 عربة ركاب جديدة من العقد الروس المجري وتوريد 6 خطرات طلجو فاخرة من شركة طلجو الأسبانية عادنا تأهيل 1354 عربة من إجمال 1440 عربة تاحية مصر مخطط إعادة تأهيلها ومكملين إن شاء الله إعادة تأهيل 99 عربة أسباني من إجمال 110 عربة مخطط تأهيلها بالنسبة لعربيات نقل البضايع وردنا 582 عربية نقل بضايع من إجمالي 1215 عربية نقل بضايع طرازات مختلفة من مصنع سماب التابع للهالة العربية للتصنيع ولأول مرة في مصر فنم الثلاثة عربيات العلمين دول عربية التلاجة وعربية نقل غلال حتى لا نهدر كيلو جرام واحد من الغلال أثناء التحميل والتفريغ ثم عربة قلاب لنقل الطفلة والبازلت وكل الحاجات الجافة اللي احنا بنقلها عدنا تأهيل 5000 عربية نقل بضايع من إجمالي 9000 عربية كانوا موجودين عندنا طرازات مختلفة في ورش السكك الحديدية بالنسبة لعربيات النوم اتعايدنا على شدة 7 كطارات نوم فاخرة جديدة لتقديم خدمة فندقية متميزة ولخدمة السياحة بالأساس عدنا تأهيل ورفع كفاءة 121 عربية الأصول اللي كان عندنا من سنة 1881 في مجال تأهيل المحطات وإنشاء محطات جديدة طورنا 310 محطة من 708 محطة موجودة عندنا وكان أشهرها محطة مصر بالقيرة ومحطة مصر باسكندرية في ضغط توجهات سياحة تكفن بضرورة وضع حل لمشكلة الإزحام بمدان رامسيس ومحطة مصر تم التخطيط لإنشاء محطة خطرات صعيد مصر بمنطية بشتيل على مساحة تعادل أربع أضعاف مساحة رامسيس الحالية كان الهدف منها هو تخفيف الضغط على محطة رامسيس من خلال جعل محطة بشتيل محطة نهائية لقطارات الصعيد رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوى العالمي إنشاء ورش جديدة لصيانات العربات والجرات لتحسين مستويات الصيانة التوسع في إنشاء المحطات التبادلية بين وسائل النقل الجماعية المختلفة تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع من خلال توفير محطات نقل زكية تتواكب مع الجمهورية الجديدة لماذا بشتيل يا فنة؟ محطة بشتيل أولاً كانت الأرض بتاعتها مملوكة للسكة الحديدة وكانت أرض فضية بتقع في مكان متوسط ما بين رامسيس والجيزة بين كل منهم أربعة كيلو تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر تعتبر منطية التقاء خطوط السكة الحديدية الرئاسية في مصر هو فعلاً اسمه مسلس بشتيل أسوان اللي جاي من أسوان واللي رايح القاهرة والاسكندرية واللي رايح اسكندرية عن طريق المناشي والأباري والقطاع أو قطارات البضايع الرئاسية في مصر كما أنها مسلس التقاء المحاور الرئاسية في منطقة الجيزة مثل محور الفريق كمال عامر محور أحمد عرابي الجديد محور 26 يوليا طبعاً وقربها من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى المشروع كله فن بمساحة وستين فدان المحطة فقط بمجتملاتها سبعة وخمسين فدان بإضافة إلى جراش ومسجد بمساحة ثلاث أفدنا كان لازم فن بنعمل تكامل ما بين وسائل النقد المختلفة بالإضافة لخطوط السكة الحديدية الثلاثة الموجودة في خط مترو الأنفاء الخط الثالث وصل لحد المحطة مونريل غرب النيل وصل لحد المحطة بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعي سواء البي أرتي الكهرباء أو موقف نقل الأقليم موقف نقل العام مش عيد كتير فن بقى شكل المحطة ده مبنى المحطة الرئيسي ده مدخله من ناحية المطار مدخله من ناحية الفريق كمال عامر مدخله من ناحية السودان الكبرى المعدني اتعرضنا له في الفيلم خلاص الأرصفة 11 رصيف 3250 متر طولي أرصفة سواء للوجه الإبلي والمناشئة أو أرصفة البضايع بهول المدخل الرئيسي الهرم الزجاجي مدخل كبار الزوار صالة كبار الزوار بوابة لصلاة التذاكر مفصول عن المدخل تماما شبابيك حجز التذاكر مكنات حجز التذاكر الإلكترونية بالإضافة للشبابيك مكتب الإستعلامات بوابة التفتيش والكشف بوابات التفتيش والكشف عن الحقائب بوابات دخول وخروج الركاب للأرصفة مش أي حد داخل المحطة يفعلنا ما يخش على الرصيف فيه ناس بتخش المحطة متعقامة ومكشوفة بالأجهزة سواء على الفردة أو على الشنطة اللي معاها ولكن عشان تخش على الرصيف لازم يكون معاك تذكرة وتعدم البوابة الإلكترونية باهو المول التجاري منطقة المول التجاري بالدور الأرضي بالدور الأول بالدور الثاني غرفة المرائبة المركزية فيها 1200 كاميرا شايفة كل ركن وكل مكان فيه المحطة بالكامل بورشها بمولادها بجراشاتها دور بدرون جراش ورش المحطة فنم عبارة عن ورشة جرارات بطاقة إصلاح 24 جرار ورشة عربات بطاقة إصلاح 140 عربية في اليوم في نفس الوقت مبنى إداري للورشة فيه المخازن والعمال الإدارية للورش مباني خدمية وفنية وأهمها طبعا محطة كاربا ومحطة وقود ثم مغسلة واحد واثنين من عشر كم طولي أنفاء سيارات ومشاه بتربط المحطة بكل الشوارع والمحاور المحيطة بيها وفيه عندنا نفأ واحد للطوارئ واصل من شارع الفريق كمال عامل إلى شارع المهندسين ولكن لا يستخدم إلا شارع السنان المهندسين ولكن لا يستخدم إلا في حالات الطوارئ الجراش متعدل الطوابئ في المكان هو والمسجد في المكان المواجه للمحطة الجراش ألف ومئة سيارة طبعا سيبقى فيه مترددين كتير جدا حوالي مئتين وخمسين ألف راكب يومين هيتردد على المحطة فكان لازم بالإضافة للجراش الموجود في بضروم المحطة اللي بيسع مئتين وخمسين سيارة كان لازم نعمل جراش متعدل الطوابئ آخر يسع ألف ومئة سيارة عشان ما يبقاش فيه أي زحام موجود في المنطقة المحيطة بالمحطة الجراش طبعا له بضروم ثم مسجد خمسمائة مصلي ثم منطقة للحافلات أو محطة للحافلات بتسع حتى خمسين اوتوبيس وميني باس سواء للأقاليم أو لكل أنحاء القاهرة الكبرى في منطقة السمارية فنم على عشر أفدنة في اتجاه المهندسيين على شارع السودان مساحية عشر أفدان فيها عشرين برج جار إنشاؤهم دلوقتي سكن إداري تجاري طبي المحور الثاني فن من المحاور الرئيسية في تطوير السكة الحديدية وهو البنية الأساسية إنشاء خطوط سكة الحديد جديدة تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات الروسسية لربط المواني الجافة والمناطق الروسسية مع وضع خطوط مع خطوط السكة الحديدية نربط المواني الجافة دي كلها مع خطوط السكة الحديدية في مصر فكان لازم نعمل خطوط جديدة أو وصلات جديدة لربط العشر من رمضان بالروبيكو وبالبيس ولربط السادس من أكتوبر بالمناشي ثم اسكندرية والقاهرة ولربط السادات بالمنوفية وكل شبك السكة الحديدية في مصر عبر خط كفر دولي السادات اللي ان شاء الله بإذن الله ساتك هتشرفنا بفتاحه النهاردة بالفيديو كونفرنس الخط يا فاني رطوله 38 كيلو في أربع محطات ثلاث محطات منها للركاب لخدمة القرى ومدينة السادات نفسها ومحطة شحن بضايا عملاقة تليق بمدينة السادات الصناعية وده أول خط السكة حديدية فاني بالمناسبة يتعامل في مصر من 30 سنة جددنا 10 تلاف كيلو متر من السكة عندنا 10 تلاف كيلو متر سكة جددنا منهم حتى الآن من الإجمال العشرة تلاف كيلو اللي كلهم هيتجددوا 1430 كيلو على خطوط القاهرة السكندرية بنها الزأزئي بورسعيد وأهمها كان على اطلاق يا فاني في الفترة اللي فاتت وهو سكك حديد الفردان بيري العب الخط يا فاني هذا طوله 100 كيلو من الفردان لبيري العب ثم وصله بطوله 44 كيلو من بلوزة إلى شرق بورسعيد لخدمة مينة شرق بورسعيد واشتغلت فعلا تجريبي هذا في إطار إنشاء الممر الجوجيستي الطابة العريش وكان لازم عشان نقدر نوصل للعريش كان لازم نعيد تأهيل خط السكك الحديدي القديم اللي بيصل من حاليا دلوقتي الفردان بيري العب ثم اشتغلنا من بيري العب ثم ننزل إن شاء الله إلى طابة الخط يا فاني كان أنشئ سنة 1916 تم تدميره وتخريبه بالكامل في سنة 67 طبعا تم إعادة تأهيل جزء منه من الفردان حتى رمانة بطول 50 كيلو في الفترة من 1998 إلى 2001 ثم تم صرخته بالكامل في أحداث 2011 بدأنا فن من استعيد كفاءة الخط بدأنا بازدواج كبري الفرداني الحالي خانات السيوس الأديمة عملناه طورناه وعملناه مزدوج أنشأنا كبري على خانات السيوس الجديدة بطول 640 متر أيضا مزدوج طورنا كل خطوط السكة اللي كانت موجودة سواء اللي كانت متبقية أو اللي كانت مفقودة استعادنا كفاءة المحطات يفن من الستة اللي كانت موجودة وأنشأنا اثنين محطة جديدة أثناء مرورنا كان معايا السيد محافظ بورسعيد ومحافظ شمال سينة فيه اثنين جامعة تم إنشاؤهم جديد ما كانوش موجودين قبل كده الجامعة التكنولوجية والجامعة الأهلية في منطقة مدينة السلام وثلاثين يونيا أنشأنا لهم محطين جدار علشان يخدموا أهلين أولادنا في الجامعات دي ده يفن بعض أراء الجمهور اللي أمناهم يوم التشغيل التجريبي للخط في سبع كور إحنا كنا جايين كان خط برليف ده لسه بيفجروا يعني إحنا من زمان جدا وإحنا في الأمطارة فالحدث ده بالنسبة لنا حدث كبير جدا وحدث عظيم وحاجة إحنا مبسوطين بيها جدا كأهل الأمطارة شرق وشبال سينة نحس أن هذا فيه عبور جنيه كل سنة في سينة نحس فيه ستة أكتوبر تلاتة وسبعين نشوفه كل سنة بفاطل سيادة الرئيس إحنا ده حلم حلم نكون بنحلم به وتحقق على أرض الواقع وإن شاء الله الجاي أفضل بإذن الله أحنا بنشوف القطارات في سينة دلوقتي حاجة بنحس أن نحن في الوادي في الدلتة بنحس أن نحن في قلب المصر في قلب في كل حاجة مدام القطارات أستغطى بإذن الله القطار نهارده حاجة مفرحة جدا جدا توجه له ألف شفرة ستة الرئيس تمام على التنموية العملتها عندنا في سينة هنا وعلى القطار يعني كل التوجهات الدلوقتي كلها على سينة من ستة الرئيس يعني فيه تعب في المصر فدلوقتي القطار كلها حيروح تمام نص ساعة يكون في سماعليا نص ساعة يرقع تاني أنا محطة فيها مرغير العامد قلوصة أنا أصنم الصعيد من سوهاج وعيشة في سينة بقالي خمسة وعشرين سنة وبروح كل عشر سنين دلوقتي أروح كل سنة فيه قطر جنبي بيتي كل سنة أروح أشوف أهلي أنا مع عشر سنين ما روحتش عشان طبعا أنا أسرة مكونة من خمس أفراد لما بروح تكلفة عالية جدا علي دلوقتي القطر جنبي بيتي كل سنة حروح طبعا يعني أنا بشكره مش عادة بشكره إزاي من هنا للسنة الجاية اليوم انتصار الطوبر اليوم بناء المستنمية حقيقية على عرض الواجع وبالرد على كل المغرضين ها هي مصر وتحية مصر وتحية مصر مجنات إنشاء السكة فن مديت عرضنا لها قبل جن احنا أصبح عندنا دلوقتي فن مواحد وتسعين ما كان فقط في السكة الحديد بالإضافة الخمسين ما كان في شركات القطاع الخاصة يعني أصبح تقريبا عندنا مية واحد واربعين ما كانت إنشاء سكة المحور الثالث كان تطوير نظم الإشارات والتحكم يهدف التطوير إلى تحويل خطوط الشبكة بالكامل من النظام الميكانيكي للنظام الإلكتروني لزيارة معدلات السلامة والأمان وزيارة عدد القطرات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد على العنصر البشري في تسيير حركة القطرات إحنا فنم عندنا تقريبا ألفين كيلو دلوقتي شغلين فيهم في وقت واحد خط القاهرة السكندرية خلصناها بالكامل بالنسبة 100% خط القاهرة أسوان أسمنها قطاعات هو طوله 875 كيلو خلصنا قطاع بني سويف أسيط بالكامل لساتة كشهرات مفتاحه النهاردة بالفيديو كونفرنس بالنسبة 100% قطاع أسيط ناجي حمادي وصل لنسبة تنفيذه النهاردة 93% قطاع ناجي حمادي اللقصر وصل لنسبة تنفيذه الـ 40% قطاع القاهرة بني سويف بدأنا فيه مؤخرا نسبة تنفيذه النهاردة 5% وأخيرا خط بنها بورس عيد بطول 214 كيلو نسبة تنفيذه النهاردة 90% ده فندم قطاع بني سويف أسيط اللي ساتك أشرفنا ويفتاحه النهاردة بالفيديو كونفرنس في مركز تحكم مركزي و14 برج رئيسي و24 برج سنوي و86 مزلئان طبعا الورش الإنتاجية والعنصر البشري سبق عرضوهم قبل كده شبكة مترو الأنفاق والجر الكارباء المشروعات اللي تم تنفيذها حتى الآن 177 كيلو الخط الأول لـ مترو الأنفاق الخط الثاني لـ مترو الأنفاق الخط الثالث لنفتتح المرحلة النهائية منه النهاردة القطار الكارباء الخفيف اللي فتحنا منه المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أما المشروعات اللي جاري تنفيذها طولها 2573 كيلو جر الكارباء أهمها الخط الرابع للمترو اللي هنعمله إن شاء الله على ثلاث مراحل بنخلص المرحلة الأولى دلوقتي الخط الثالث للمترو اللي خلصنا تصميماته وتنفيذه على الأرض سيبدأ إن شاء الله بإذن الله مع مطلع العام القادم استكمال القطار الكارباء الخفيف هننزل جنوباً إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وشمالاً إلى قلب العاشر من رمضان إن شاء الله ثم منيريل شاء النيل والنهارده يا فنم لأول مرة قدام حضرتك هنستعرض التشغيل التجريبي اللي بدأ هذا الإسبوع من محطة العدالة في نهاية العاصمة الإدرية الجديدة وحتى مدينة نصر خطة الفن المشهد دلوقتي بالسرعة التصميمية بتاعته ولكن بسائق وبسيطرة كاملة من غرفة السيطرة والتحكم في العاصمة الإدرية الجديدة إلى أن إن شاء الله نبدأ في تشغيله بعد تلس شهور بدون سائق إن شاء الله بإذن الله خلال أربع شهور خمس شهور هنكون بنحتفل بتشغيله بوسط الركاب ثم مونريل غرب النيل اللي جاد تنفيذه دلوقتي فن وده إحنا التعاخر بتاعه ست شهور متأخر عن شارع النيل ثم الإوتوباس الترددري على الطريق الدائري وده بيتجرب دلوقتي والمحطات بتاعتهم الشطب ثم القطار الكارباء السريع إحنا عندنا فن مشابكة من أربع خطوط ألفين مئتين وخمسين كيلو ولكن من الشغل دلوقتي فيه ثلاث خطوط منها بطول ألفين كيلو الألفين كيلو فيهم ستين محطة هتشيل إن شاء الله الثلاث خطوط اثنين ونصف مليون راكب يوميا وثلاثة وتلاتين ألف طن بضائع في اليوم اللي على اليمين فوق خالص هذا القطر الإقليمي اللي تحتيه الجرار الكهربائي اللي على الشمال ده القطر السريع وده إن شاء الله جربناه يا فن في ألمانيا بيحمل عالم مصر وألمانيا رمز الصداقة المصري الألمانية وهيوصل مصر إن شاء الله في شهر ديسمبر القادم دي صور لبعض المحطات والجسور اللي جاري تنفيذها حاليا ثم مترو سكندري مترو سكندري مترو سكندريا فن ما نشغلين دلوقتي في المرحلة الأولى من أبو إيرلي محطة مصر بطول واحد وعشرين وسبعة من عشرة كيلو متر فيها عشرين محطة المترو فن بدهين الواحد ونصف مليون راكب يوميا ثم ترام الرمل من فيكتوريا للرمل طوله تلاتاشر واثنين من عشرة كيلو فيها أربعة وعشرين محطة استكملنا كل التعاخدات كل التصممات جاهزين للشغل ولكن إن شاء الله نحن مأجرين الشغل بتاعه إلى منتصف العام القادم عشان ما نبقاش قفلنا اسكندريا بالكامل يعني الخطين طبعا كانوا مهمين جدا نحن عوضنا الخط الأول دلوقتي أو اللي هو القطارة بقير بأوتوبسات ولكن إن شاء الله الخط الثاني ده يشتغل في يونيا القادم بإذن الله الخط الثالث لمترو أنفاء القاهرة ده فنم الخط ده خد أفضل مشروع حكومي عربي لتطور البنية الأساسية لعام اثنين وعشرين خد جيجة التمييز والحكومي العربي الخط فنم ده تم الانتهاء منه بالكامل كان آخر مرحلة اتفتحت فيه في ثلاثة سبعة بمناسبة ثلاثة سبعة يولياء عشرين وعشرين في محطة عدل منصور ساتك شرفتنا بفتاحها ثم النهاردة بإذن الله سيادتك شرفتنا بفتاح المرحلة التالتة والنهائية من هذا الخط من العتبة إلى الكتكاد ثم شمالا إلى محورد الفرج وجنوبا إلى جامعة القاهرة بطول سبعتاشر وسبعة من عشر كيلو فيها خمستاشر محطة وده اللي ستقفل لنا الواحد ونصف مليون راكب يوميا دي نمازج دي المحطات يا فنمي اللي موجودة في الخط ثم الخط يا فنم ده أول خط مكيف بالكامل محطاته قطارات فيه تمانين قطار مكيف فيه زعاد داخلية فيه شاشات مضيئة للعرب فيه مقاعد مخصصة لزاوي الهمم بإضافة يا فنمي إن كل محطاته مطبق فيها كود الإتاحة سواء لكبار السن أو زول همم دي لوحة مهمة فنم جدا وهي توطين صناعة السكك لحيث في مصر سيادتك وجيهة يا فنمي إن لازم مش كل حاجة هنستورد وطبعا عشان نوفر العملة الصعبة لازم نعتمد على نفسنا ونبقى يعني في طليعة قطاعات الدولة اللي نبدأ نعتمد على نفسنا في تصنيع وحداتنا المتحركة وسكاكنا وكل ما نحتاجه تعاقدنا يا فنم مع عشر شركات الموضحة في اللوحة نفزنا على الأرض فعلا وبننتج دلوقتي من ثلاث مصانع منها أول مصنع هو مصنع كل وي دي شركة أسبانية بتصنع كل دواخر القطارات والأوتوبسات كل حاجة قطارات ركاب قطارات نوم كل حاجة بتنتج دلوقتي يا فنم وبناخد منها لكل قطاراتنا اللي احنا بنرفع كافيتها ونجددها بل لأوتوبساتنا اللي احنا بنصنعها جديد دي شركة فيستا البنين المساوية عملت المصنع بتاعها في العباسية اتنين خط لإنتاج المفاتيح كلها والإبر والقواطع كل الحاجات اللي كنا بنستوردة من الخارج بقنا نعملها عندنا بقلنا ان شاء الله بإذن الله القطبان من انتجها في مصر ويبقى كل المفاتيح بتاعتنا والسكت بتاعتنا كلها مصنعة في مصر ان شاء الله بإذن الله أنشأنا ست مصانع للفلانكات كل الفلانكات دي كانت تستورت كلها من تركيا ومن الصين والدول المحيطة الحمد لله بقى عندنا ست مصانع للفلانكات منها أربع مصانع للقطار الكرباء السريح لأن مواصلاتها مختلفة شوية اللوحة فنم اللي قدام حارتك الجدول ده بيقول ان احنا فعلا استوردنا اتنين وستة من عشرة مليار دولار وحدات متحركة في الفترة اللي فاتة وإن شاء الله بإذن الله نتوقف عن ده بعد إنشاء مصانعنا ولكن لو جيت أقارن يا فنم الحاجات اللي احنا كفتعات نقل أو السيكة الحريج بالتحديد والمترو استوردناها من الخارج اتنين وستة من عشرة لو مثلا ستك قارنتها بالسيارات والجرارات والأوتوبسات والحاجات اللي كان ممكن أيضا نصنعها وإن شاء الله يا فنم بإذن الله نصنعها في الفترة القادمة ومناشا نستوردها خمسة واربعين مليار وسبعة من عشرة في العشر سنين اللي فات خمسة واربعين وسبعة من عشرة مليار سيارات والأوتوبسات استوردناها من الخارج التليفون محمول تمانية وسبعة من عشرة مليار دولار في حاجات متنوعة بنسميها احنا كده عامة الشعب بنسميها السلع الاسفزازية السلع الاسفزازية دي استوردنا منها فقط بخمسة وستة من عشرة مليار دولار أجبان وأساس فاخر وأواني خزافية وحلوي وورق فويل وسجاد وسيراميك وبورسلين وشوكولاتة بأنواعها حاجات خمسة وستة من عشرة مليار حتى لو بصيت للاتنين وستة من عشرة مليار دولار بتوعي الوحدات المتحركة اللي هي هتنقل مصر ان شاء الله بالكامل هنلاقيهم ساتك حاجة بسيطة جدا جنب الحاجات اللي احنا استوردناها وان شاء الله بإذن الله هنعمل في السيكة الحدير بما أننا كلفت بوزارة الصناعة مع زميلة كلهم في المجموعة الوزرية للتنمية الصناعية وبقيارة دولة رئيس الوزر ان شاء الله وبتوجهات سيادتك ان شاء الله يفادني منوفر كل احتياجاتنا ومعرضناش نستورد كل الحاجات دي مشروعات الطرق والكبار فيه تلات عناصر رئيسية شغالين فيهم دلوقتي وعنصر أهم منهم كلهم المشروع القوم للطرق محاور النيل الكبار العلوية للمجلئنات أما العنصر المهم جدا فعلا اللي احنا متمين به هو الطرق المحلية والمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في المحافظات بالنسبة للمشروع القوم للطرق زي ما اتعرض في الفيلم السبع تلاف كيلو خلصنا منهم ستلاف وخمسمائة كيلو بالكامل وشغالين في الخمسمائة كيلو البقيين آخر محور من المحاور الجديدة اللي ساتك الشرفة بالفتاح النهاردة هو محور الزأزيق السنبلوين بطول 40 كيلو ثلاثة حارة ممرورية في كل اتجاه بيربط محافظتين من أكبر محافظات الدلتا من الزأزيق حتى المنصورة تطوير شبك الطرق الحالية كان عندنا عشر تلاف كيلو طرق مخاططين الطوارم طورنا حتى الآن تلاف وخمسمائة كيلو منها وشغالين في الالف وخمسمائة البقيين آخرها يا فندم اللي شغالين فيه دلوقتي وبعضها ساتك هشرفت وفتاح النهاردة بالفيديو كونفرنس تطوير وازدواج طريق ستة اكتوبر الوحات تطوير وازدواج طريق أسيوت سوهاج إنا الأقصر السحراوي الشرقي وده ساتك شرفتنا فيها فندم أثناء افتتاح محور قوسنقادة العام الماضي الطريق فندم ده تلتمائة كيلو تلت حارات ممرورية في كل اتجاه والطريق بتعمل يا فندم كله زيما ساتك شاهدت بنفسك على الطبيعة بوسائل تدوير طبقات الرصف الحديثة وأعلى تكنولوجيات لإنشاء الطرق واستعادة كفائتها تطوير وازدواج طريق دهب نويبع اعنا فندم عندنا طريق طابة شرم الشيخ طوله مئتين وعشرة كيلو خلصناه بالكامل الحمد لله مزدوج اتجاهين كان آخر قطاع فيه وهو دهب نويبع بطوله اثنين وعشرين كيلو خلصناه وجاهز اللي افتحت بإذن الله النهاردة تطوير وازدواج طريق الفردان الصالحية ستة وعشرين كيلو تلاتة حارة مرورية كبار النيل كان عندنا فنم تمانية وتلاتين كبري قبل 2014 منذ أن بدأ محمد علي ووصلت محمد علي في إنشاء الكباري كان عندنا لحد 2014 تمانية وتلاتين كبري فقط يعبر النيل خططنا يبقى عندنا خمسة وتلاتين محور جديد وليس كبري بحيث يبقى عندنا في الآخر تلاتة وسبعين محور خلصنا تمنتاشر محور منهم وتم افتتاحهم وآخر محور نفتاحه النهاردة وسبعتاشر محور جاري تنفيذة عشان يبقى عندنا كل خمسة وعشرين كيلو مسافات بينية محور على نهر النيل آخر محور هنفتتحه النهاردة من المحاور اللي تم الانتهام التنفيذة هو محور بديل خزان أسوان الحقيقة فنم المحور ده مش فقط محور مروري ولكن هو محور تبادولي لكبري بديل خزان أسوان أو كبري خزان أسوان لأن خزان أسوان لازم نتعمله سيانة ونوقف عليه النقل التقيل للحفاظ عليه لأطول فترة ممكنة بالإضافة إلى ربط أسوان وطريق برنيس أسوان شارق النيل بمطار أسوان وطريق الصعيد الصحراء والغربي وطريق أبو سنبل غرب النيل ومناطق التنمية العمرانية كلها والسكنية حيث الجامعة وأسوان الجديدة غرب النيل الطريق فنم طبعا اتجاهين كل اتجاه ثلاثة حرارة مرورية بإجمال طول خمسة واربعة من عشرة كيلو الكباري اللي على المزلقنات بعد سلسلة الحوادث الموجعة اللي كانت بتتم على المزلقنات سيادتك وجهت أن احنا لازم نقضى على كل هذه المزلقنات ونعمل أعمال صناعية على كل المزلقنات سواء كباري أو أنفاء حددنا تلاتة وخمسين مزلقان منها أشد خطورة نعمل على قوم كباري خلصنا خمسة وعشرين كبري بالكامل وفتحناهم قبل كده ست كباري النهاردة سيادتك هشرفنا بفتاحها يبقى عندنا اتنين وعشرين كبري جارة تنفيذه بنهاية خمسة وعشرين إن شاء الله القادم ما يكونش عندنا نفأ من الأنفاء الأكثر خطورة ولكن هنكمل إن شاء الله حطينا مبدأ بتوجيه سيادتك أن أي محافظ من المحافظين عايز يعمل كبري على مزلقان داخل المدينة بتاعته وهو داخل المدينة أهوة وحكم محل ولكن إحنا كأوزارة نقل هنساهم بخمسين في المية بينما يعبر السكة الحديد وبتوجيه من حريطك خمسين في المية والمحافظة تساهم في خمسين في المية وكان آخرة محافظة البحيرة عشان نخلص كل المزلقانات اللي موجودة على سكة الحديد مصر كبري أعلى مزلقان الصيرفي في محافظة البحيرة كبري أعلى مزلقان أبو حمص في محافظة البحيرة وحقيقة فنم دامش كبري فقط يعبر المزلقان ولكن ده سيربط مدينة أبو حمص اللي فيها 600 ألف بناء آدم عايشين يعبروا المزلقان مزلقان وحيد المزلقان ده وهنوصلهم إلى طريق القاهرة إسكندرية الزراعي اللي هو الشريان الرئيس اللي بيربطهم بكل باقي أنحاء إسكندرية والدلتر كبري أعلى مزلقان واسنة بالمنوفية كبري أعلى مزلقان الرياح في إنا كبري أعلى مزلقان المضيق في محافظة أسوان ثم أعلى مزلقان السيل أيضا في محافظة أسوان الكبار العلوية نحن كان عندنا قبل 2014 أفنم 1500 كبري في مصر حصرينهم بالواحد خططنا نعمل في العشر سنوات دول 1000 كبري عشان يبقى عندنا 2500 كبري خلصنا منهم 942 كبري والنهات دا ساتة كشرفنا بفتاح ثلاث كبري منه 945 كبري والخمسة واربعين شغالين فيهم حاليا كان أهم ما يا فنم هو الكبار على طريق القائلة إسكندرية الزراعي لأن الطريق دا طريق شريان رئيسي في وسط الدلتا بتحرك عليه كل محافظات الدلتا خططنا نعمل عليها عشر كباري خلصنا منهم سبع كباري والثلاثة الأخرانيين إن شاء الله بإذن الله كبري جنبواي محافظة البحيرة وكبري كافر الدوار محافظة البحيرة وكبري كينجا عثمان في محافظة البحيرة أيضا في النهاية يا فندم أستاذي نسيتك في امتتاح بعض من هذه المشروعات بالفيديو كونفرنس خط سكك حديد الفردان بير العب المهندس أحمد إبراهيم تمام يا فندم مهندس أحمد محمد إبراهيم المدير التنفيذي لمشروع عاد التأهيل وتطوير خط السكي الحديد الفردان بير العب المشروع يا فندم بيتكون من خطين الخط الأول الفردان بير العب بطول مئة كيلو متر ويحتوي على تمام محطات لخدمة الركاب الخط الثاني بلوزة مينة شرق برسعيد بطول أربعة واربعين كيلو متر لخدمة البضاء أستعزل سيادتك بكلمة يا فندم فضل فضل إحنا يا فندم في هيئة سك الحديد كنا بنحلم بتشغيل خط السينها مرة تانية ولما جاءت توجيهات سيادتك في يونيو 23 بينشاء ممر لوجيستي يربط بين العريش وطابة واللي أساسه خط سك الحديد العريش طابة كنا لازم نستعيد كفاية خط الفردان بير العب ويوم سبعة الطوبر وأستعزل التشغيل التقريبي شفنا فرح التهليل في سينة في تشغيل الخط مرة تانية واللي أعاد الروح وربط سينة بالوطن الأم مصر أستعزل سيادتك يا فندم في افتتاح المشروع فضل أنت بقى اسمعني أنا حقولك إيه لأن أنا برحب بأهالي سينة اللي موجودين جنب منك وكنت بتمنى أنهم يبقوا موجودين معاك يفتحوا يفتتع الخط اللي إحنا بنعمله ده عشانكم إنتم عشان بلدكم تخلي بالكم منها وتحافظوا عليها مش على الخط بس على كل زر ترامل من سينة أمانة في رقابتنا ورقابتكم تشكرين جدا تشكرين خط سكك حديد كفر داوود السادات المهندس وائل مهدي تمام يا فندم مهندس وائل مهدي عبد الفتاح مدير تنفيذ مشروع إنشاء خط سكك حديد كفر داوود السادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وزارة النقم المشروع عبارة عن خط سكك حديد بطول 38 كيلو متر لربط مدينة السادات محافظة المنوفية بشبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وذلك لخدمة الركاب والبضائع الخط يشمل عدد ثلاث محطات لنقل الركاب وكذا محطة نقل بضائع عملاقة بمدينة السادات تسمح لي بكلمة يا فندم كله عايز يتكلم يعني فرحانين بسياتك يا فندم واحنا فرحانين بيهم أنا فندم بصفتي مهندس من المنوفية كان دايما بيرويدني حلم ربط مدينة السادات بباقي قرى ومراكز محافظة المنوفية لغاية ما سياتك أصدرت أوامر بالخط وإنشاؤه خلال سنتين وربطنا مدينة السادات الكبرى بخطوط سكك حديدية ركابه بضايا حضارية وسريعة وآمنة ومتشكرين جدا يا فندم ألف مبروك ربنا يا رايمان أستاذ سياتك بإزاحت استطار مع بعض لو سمحته أوامر يا فندم فضال تطوير تطوير نظم الإشارات على خط سكك حديد بنسويف أسيوت المهندس محمد مجدي تمام يا فندم مهندس محمد مجد عبد الحميد مدير تنفيذ مشروع تطوير نظم الإشارات على خط بنسويف أسيوت الهائة القومية لسكك حديد مصر وزارة النقر طول الخط 250 كيلو من بنسويف حتى أسيوت يتكون المشروع من برج مركزي 14 برج إشارات رئيسي 24 برج سانوي 86 مزنان يعمل أوتوماتيكيا تم تنفيذ المشروع بالكامل وتطوير نظم الإشارات الميكانيكي القديم إلى نظام إلكتروني حديث ليأخذوا مركاب والبضائع بمحافظات بنسويف والمينيا وأسيوت أتأذن حضايا يا فندم بافتتاح المشروع من داخل صالة التشغيل بمركز تحكم المركزي بالمينيا أي أوامر يا فندم؟ شكرا جزيلا تفضل المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاء المهندس أحمد فوزي تمام يا فندم مهندس أحمد فوزي عبداللطيف مدير تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاء القاهرة الهيئة القومية للأنفاء وزارة النقل المرحلة الثالثة يا فندم هي المرحلة النهائية من الخط الثالث وبتتكون من 15 محطة بإجمالي طول 17.7 كيلو متر المرحلة بتخدم مناطق مبابة محور رود الفرج المهندسين وجامعة الطاهرة أستأذن سيادتك في إزاحة السيطار يا فندم فضل فضل محور بديل خزان أسوان المهندس محمود آسم تمام يا فندم مهندس محمود مصطفى قاسم الهيئة العامة للطرق والكباري وزارة النقل يبلغ طول المحور 5 كيلو و 400 متر اتجاهين ثلاث حرات مرورية لكل اتجاه يربط المحور بين مدينة أسوان وطريق أسوان برانيس شرقا ومطار أسوان والطريق الصهراء والغربي وطريق أسوان أبو سنبل غربا أستاذن سيادتك في إزاحة السيطار مع بعض اللي مسمعت تمام فندم محور الزائزي السنبلوين المهندسة هبة إبراهيم تمام يا فندم المهندسة هبة إبراهيم غنيم مدير التنفيذي لمشروع إنشاء محور الزائزي السنبلوين الحر الهيئة العامة للطرق والكباري وزارة النقل المحور يربط بين محافظتي الشرقية وادة أهلية بطول 40 كيلو متر مزدود وبعدد 3 حر مرورية لكل اتجاه ويشمل المشروع عدد 67 عام صناعي أستاذن سيادتك في إزاحة السيطار يا فندم فضال يا حضرت حي أوامر يا فندم ألف مبروك كبري أعلى مزلقان أبو حمص المهندس محمد عماد تمام يا فندم مهندس محمد عماد محمد مدير تنفيذ مشروع كبري مزلقان أبو حمص العلوي بمحافظة البحيرة الهيئة العامة للطرق والكباري وزارة النقل يبلغ طول الكبري 1270 متر اتجاهين بإجمال عرض 24 متر لربط طريق القاهرة اسكندرية الزراعي بمدينة أبو حمص وحل مشكلة التكدس المروري وتأمين عبور المزلقان أستازم في إزاحة السيطار يا فندم تفضل أي أوامر يا فندم؟ ألف مبروك كبري جنبواي العلوي المهندسة نيرمين محمود تمام يا فندم مهندسة نيرمين محمود محمد مدير تنفيذ مشروع كبري جنبواي العلوي على طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي بمحافظة البحيرة عن الهيئة العامة للطرق والكباري وزارة النقل الكبري بطول 900 متر عرض 24 متر اتجاهين بواقع ثلاثة حارة مرورية لكل اتجاه بالإضافة إلى طريق سطحي اتجاهين بطول واحد كيلو متر الكبري بغرض إلغاء التقاطعات السطحية وتطوير الطريق الزراعي وتقليل إزاحة المروري بتلك المنطقة أستاذي سيادتك بإزاحة السطرية في هند فضالي أي أمر في هند ألف مبروك شكرا في النهاية سيادتك بشكر سيادتك واشكو كل اللي ساعدوني من الحكومة المصرية والقوات المسلحة من المستلفة لأي لنساء القوات المسلحة وأي أمر في هند